اشتركوا في القناة من الكاتب اللي تقدر تلقبه بيتشيكوف المصري فعلا هو هدف الكتاب هو تسليط الضوء على مشوار للقصة القصيرة تحديد أنا حددته في 48 سنة من عالم القصة القصيرة من بداية التلاتينات ومرورا بعدد كبير من الأسماء العظيمة جدا اللي كل حد فيهم أدى دور مهم جدا في تطور القصة القصيرة المصرية وبالتالي أنا بالنسبة لي ما كانش هدف الكتاب حل لغز من هو تشيكوف المصري ولكن العنوان جاء انطلاقا من مش فكرة العنوان جاء الحقيقة من حوار قراءته في 2004 للأستاذ نجيم محفوظ وهو كان من أطلق على الكاتب محمود البداوي تشيكوف المصري ثم بعدها بسنوات في أحوار للكاتب يوسف إدريس تسمى نفسه بقى واتخذ لنفسه هذا اللقب فالحقيقة هنا دي كانت نقطة الانطلاق اللي أنا بدأت بيها من موضوع الدراسة إيه اللي خلى حضرتك تفكر في الفكرة دي أو إيه اللي خلى حضرتك تهتم بموضوع القصص القصيرة بشكل عام؟ وأنا مهتم الحياة في السنوات الأخيرة بإعادة قراءة الأدب المصري بشكل مختلف يعني ده يعتبر المحطة التانية هذا الكتاب المحطة الأولى وكان لها الشرف أن حضرتك تضفتيني فيه هو كانت تاب محفوظ والصحار أسرار روائية ودي المحطة التانية عن عالم القصة القصيرة فيه من بدايات التلاتينات إلى بدايات التمانينات هو عالم الأدب بالنسبة لي هو عالم متكامل سواء الرواية أو القصة القصيرة يمكن تشجعت فيه الدخول لعالم القصة القصيرة في هذه الدراسة نتيجة أنها في السنوات الأخيرة أصبحت مظلومة أصبح الفن المهمل الذي لا يلتفت إليه أحد ومن النادر أن أصبح فيه حد بيكتب أو ينشر مجموعات قصصية فشعرت يعني أن من واجبي إعادة الاعتبار لعالم القصة القصيرة اللي كان بيقود الأدب لسنوات طويلة ويعني من هنا بقى بدأ اهتمامي أن أنا أدرس هذا العالم ويمكن أعيد لفت الانتباه إليه حاليا الحقيقة أنه حضرتك أشرت لرواد القصص القصيرة مل وجهت نظرك مين تاني من رواد القصص القصيرة من الكتاب المصريين اللي حضرتك كنت تحب يمكن أن تشير إليهم هو الكتاب الحقيقة كان صعب أن نحن ومستحيل أي باحث عموما يتناول هذا الكام من الكتاب على مدار هذه السنوات مثلا على مدار خمسين سنة لكن اخترت أبرز المحطات لكن طبعا نحن في عالم القصة القصيرة المصرية في أسماء كتير جدا في الفترة الزمنية اللي أنا اخترتها كان فيه مثلا أستاذ محمود طيمور كان فيه يحيح حقي كان فيه إبراهيم عبدالقادري المزني الكتاب بقى بيمر على هذه الشخصيات العظيمة جدا من الرواد ومرورا بقى بيوسف إدريس ومحمود البدوي زي موضع الحاجة أنا حددت فترة زمنية لأن يعني لما بنقدم دراسة سواء علمية أو أدبية طبعا من أساسياتها تحديد فترة زمنية لأن مستحيل ندرس مثلا مئة سنة أو نفتح الموضوع بشكل واضح وإلا هتبقى الموضوع يلخبط القارئ وغير محدد الدرسات الأدبية لازم تكون محددة هي أدبية أو العلمية عشان كده أنا حددت موضوع القصة القصيرة ثم حددت عدد أو السنوات اللي أنا هتناول فيها ثم حددت كمان حضرتك الأدباء اللي هم بدأوا يعني هتروح ظهرك أن الكتاب بدأ بعدد من كتاب القصة القصيرة فأشبه من المارسون اللي هو في النهاية بيقف منهم بعض الكتاب وبيكمل معانا اتنين تحديدا هم يوسف إدريس ومحمود البدوي هم اللي بيكملوا لنهاية الكتاب إيه اللي حددتك وصلت له من خلال الأبحاث ومن خلال كل المصادر اللي رجعت لها عشان تقدر تكتب عن كتاب حدرتك والحقيقة طبعا أنا يعني أعملت بحث أكتر من سنة عادة قراءة لهذه الأعمال الأدبية القصصية وعادة قراءة للأعمال النقدية اللي تناولتها والحقيقة كان موضوع الأعمال النقدية المصادر بتاعته والكتب والمراجع كتير جدا كان يمكن حوالي خمسين كتاب بما فيهم مقالات نشرت احنا هنا منتكلم عن فترات زمانية تلاتينات واربعينات وخمسينات يعني السنوات طويلة فرجعت المصادر سواء عن طريق المقالات اللي نشرت في المجلات أول حقيقة كان في ميزة تجميعها في شكل كتب لبعض النقاط وده اللي خلاني أن أنا أتناول هذا العالم بشكل تفصيلي ويعتمد على ما ذكره وما ناقشه النقاط وما كتبه النقاط في هذا الزمن ثم رؤيتي بقى الشخصية لأن النهاردة حضرتك مستحيل يعني من وجهة نظري أن هذا الجيل وفي سنة 2014 نظل أن نقرأ القصص أو الروايات بنفس القراءات التي قرأت في الأربعينات أو الخمسينات أكيد وده اللي أنا كنت لسه عايز أقول لحضرتك أنه أعتقد أنه في التلاتينات وفي الأربعينات في الخمسينيات كانت أكبر فترة لإزدهار الأدب بشكل عام والإزدهار طبعا القصص القصيرة وغيرها من أنواع الأدب لأنه وقتها ما كانش فيه وسائل أخرى تقدر تشد القارئ عن الإراية أو عن الكتاب فعلا القراءة كانت هي رقم واحد وكان في هذه الفترة عدد الصحف والمجلات يعني بالعشرات والمئات طبعا فده كان طول الوقت كانت وسيلة التسلية تقريبا الوحيدة اللي كانت موجودة كانت أبواب مفتوحة للكتاب وكان لها يخلو مجلة أو جريدة مثلا من صفحة أو صفحات فيها قصص قصيرة أو روايات تنشر مسلسلة حتى كان فيه طبعا عدد كبير جدا من المجلات المتخصصة زي مجلة الرسالة مثلا كانت هي متخصصة في الأدب واستمرت سنوات طويلة وقدمت عدد كبير من الكتاب وأولهم نجيب محفوظ نفسه فكان زمان المتعلم برضو المجتمع المتعلم اللي هو لفندي بقى اللي هو كان مختلف فيلبس بدل أو تربوش ده طول الوقت مع جورنان أو مجلة بيقرأوا بقى مثلا وراكب التروماي اللي هو زمان وهو مثلا ماشي بيتماشي وقعد على القهوة مثلا القراءة هو مسافر القراءة كانت الفعل اليومي اللي هو بتاع الحد اللي هو قارئ أو مثقف أو حتى مجرد أنه هو متعلم وبالتالي زي ما حددتك ذكرتي كانت في هذه الفترة هي العصر الزهبي للقصة حتى لدرجة لما ظهر بعد كده الراديو أصبح فيه تخوفات يعني نقرأ عنها يقول له حددك ده الراديو بقى ياخد الناس من القراءة ما كانوش ليس بقى عارفين السوشل ميديا ولما ظهر التلفزيون قاله نفس الكلام ده التلفزيون هياخد الناس من القراءة ولكن الحقيقة ده ما حصل ولما ظهرت السوشل ميديا وما زال ياخد الناس بس كان الحقيقة برضو يعني إحقاقها للحق وكان في هذا الزمن ظهور الوسائل زي الراديو أو التلفزيون استفادوا من الثقافة لأنهما كانوا بيحولوا يعني أعمال أدبية كتير جدا تحولت إلى أعمال درامية سواء في الراديو أو في التلفزيون فخدمت الثقافة فإن هي نقلت القصة من عالم القراءة للمتعلمين لأن حضرتك طبعا في هذا الزمن كان عدد المتعلمين قليل أي فنقلتهم للمستمعين اللي هو ممكن يكون فلاح مثلا في الغيط علشان كده حضرتك مثلا جات شهرة كتابك كبار جدا عن طريق الراديو مثلا قصص نجيم محفوظه إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي وغيره تلاقي مثلا حد غير متعلم بس عارفهم يقول لك أنا أصلا عارف أنا عرفت الرواية دي أو عارف نجيم محفوظه عشان سمعت مثلا المسلسل الإذاعي بتاع كذا ألف ليلا وليلا مثلا الناس عرفتها من الراديو حاجات كتيرة جدا فكان الراديو والتلفزيون يخاطب بقى الفئات اللي هي غير متعلمة ويوصلها هذه المعلومة جميل اسمح لي نطلع لفاصلة ونرجع نستكمل حوارنا مع حضرتك عن القصة القصيرة نطلع لفاصلة ونرجع لحضراتكم على طويل ترجعنا لحضراتكم مرة تانية ونورني النهاردة في الستوديو الكاتب الدكتور سامح الجباز صاحب كتاب الكشف عن تشيكوف المصري أهلا بحضرتك مرة تانية أهلا بحضرتك وببساطة عايزة حضرتك تقول لنا بالزبط تعريف القصة القصيرة أو تعريف القصص القصيرة من وجهة نظر حضرتك طبعا اللي كتبته في كتابك لأنه أنا الحقيقة يعني بشكل شخصي بشوف أنه القصص القصيرة هي سرد أو حكايات كتيرة بس بيكون يعني سردها بشكل أسرع وشكلها مضغوط أكتر يعني بتبقى دايما مكثفة أكتر عشان نقدر نوصل للحكاية ولكن بشكل أقل فعلا وضع محرك ذكرت والقصة القصيرة لها تعرفات كتيرة لكن هي ببساطة يعني هي موقف بيبقى محدد في فترة زمنية محددة وعدد صفحات محددة وزي محرك قلتي بيعتمد العالم القصة القصيرة الواحدة على التكسيف يعني البعد عن التفاصيل يعني بيبقى لقطة أو موقف أو مشهد الكاتب بيعبر عنه وممكن يبقى خارجي يعني الشخص مثلا بطل القصة مع العالم أو داخلي عالم داخلي زي مثلا قصة همس الجنون لنجيب محفوظ هي كلها بتدور جوه عقل هذا الشخص الذي وصيبه في لحظة معينة هو في الشارع قاعد على الأهوة بلحظة جنون معينة وبيفكر يرى الناس إزاي وقام يعمل حاجات غريبة بقى في الناس يضربهم أو يعمل حاجات غريبة فهنا العالم الداخلي للبطل أحيانا يبقى هو بيقود الموقف لكن في النهاية بيحكمنا زمن يعني القصة ممكن تبقى في خلال دقائق زمنها أو بتدور أحداثها في خلال ساعات أو يوم بالكتير لكن مش سنوات مثلا زي الرواية ما يبقاش فقط شخصيات كتيرة زي الرواية مليئة بالشخصيات ممكن بشخصية واحدة أو اتنين مثلا بتستغنى عن التفاصيل أو التطويل أو الشرح الزائد للحكاية مهم جدا لأن عدد الصفحات أو عدد كلمات القصة هو اللي بيحددها وإن كان برضو كان في أحد يعني فتر من زمان مثلا كان في قصص قصيرة مثلا 30 صفحة لأن ما كانش فيه في التلاتينات والأربعينات ما كانش فيه فاصل قوي ما بين القصة القصيرة وما كانوش يعرفوا الرواية بتعريفها الحديث فكانوا المطول قوي للقصة فيسموها قصة طويلة حتى ما كانش وصلوا لمرحلة أنه تعريف كلمة الرواية لأنها حديثة مع الرواية ظهرت حديثا فكانت القصة لما تبقى مثلا 30 صفحة أو أكتر فيسموها قصة طويلة لكنها تظل تحت بند القصة وليست رواية وده طبيعي لأنه أنواع كتير من الأدب تطورت بالوقت وبالزمن وبالعصور أعتقد أنه طبيعي فعلا علشان كده هو هدف الكتاب هو حكتين القصة تطورت والنقد تطور علشان كده حضرتك الرؤية النقدية اللي موجودة في كتابي هي من وجهة نظر رؤية يراها القراء أو الكتاب في هذا الزمن لأن النظريات النقدية اللي بنى عليها مثلا نقد القصص في الأربعينات أو الخمسينات أو كده تطورت فيها توقفت أو تغيرت وفيه ظهرت نظريات نقدية مختلفة فيما بعد عشان كده النهاردة كان يعني هدف أو أحد أهدف الكتاب الحقيقة هو إعادة قراءة وده اللي أنا يعني بعتبر هو التعريف للكتاب أفضل هو إعادة قراءة بشكل عصري لعالم القصة القصيرة ورواده هل في مقاومات معينة من وجهة نظر حضرتك لقصة قصيرة أو لكتابة القصة القصيرة؟ طبعا هو الحقيقة أن الكاتب القصة القصيرة بيكون شخص لماح جدا أنه هو يلتقط لقطة معينة ويقدر يوصلها لنا بشكل واضح جدا نفهمه ونحس به فأقل عدد ممكن من الكلمات هتجد حرائك أن أشهر القصص القصيرة مثلا مثلا قصة قصيرة كنا من دريسة زمانية قصة ناظرة عليه يوسف إدريس ليه عبارة عن صفحة واحدة بنت خادمة بتماشي في الشارع شاهلة الطلبات وبساطة فبتشوف أطفال بيلعابه وهنا بيوصف بساطة جدا نظرتها وهنا فكرة كيف سرقت طفولة هذه الطفلة في صفحة واحدة بس إدريس يقبر لنا عن عالم هذه الطفلة ونشعر به وفي خلال كلمات قليلة وصفحة وعدها الموضوع ده بقى لو خدناها وعملناها رواية هيبدأ بقى بشكل مختلف فنجيب بقى الطفلة وأهلها وجات بينين وإزا انتقلت إلى المدينة وإيه الظروف اللي خلتها تشتغل الخادمة وده إدهكات طبعا بالضبط حركة ده مسأل فرق بين فكرة طفلة تعمل كخادمة مثلا كقصة قصيرة نظرة ليوسف إدريس ونفس الفكرة إلى حد ما في نحن ولكن نزرع الشوك في رواية طويلة جدا ليوسف السباعي رواية من جزئين وهي تقريبا العالم في حاجات كتيرة مثلا وندهك قصة طويلة شوي يعني تكلم حركة في 10-15 صفحة إنما نظرة دي هي صفحة واحدة بس فهنا حضرتك هو هنا الكاتب إزاي يلتقط شخصيات أحيانا من الحياة زي ما بيقول محمود البدوي إن تقريبا معظم قصصه كان سببها أو من أو حاله بيها شخصيات قابلها وماشي في الشارع وهو مسافر مثلا في سفرياته اللي بره مصر أو هو قاعد على المقهى مثلا في يلتقط شخصية معينة تبدأ تختمر في ذهنه عليها وتتبنى قصة ومن هنا برضو اختلاف الأدباء عن بعض أكيد أكيد لقاء الكاتب محمود البدوي مع العالم فرويد ده أثر إزاي على كتاباته وأثر إزاي بعد كده على مشواره الأدبي الحقيقة أنا لاحظت يعني من خلال دراسي القصص إن هو طبعا اللقاء ده كان في بداياته خالص في سفره للنمسا ويعني قبل أن يتوجه وينغمس تماما في عالم القصة قصيرة لكن أنا لاحظت إن عالم محمود البدوي الرغم إن هي قصص قصيرة أكتر من 300 قصة قصيرة كتبها اللي إن فيها يعني فيها ركائز أساسية موجودة تقريبا في كل القصص وهي المرأة الجميلة الفتنة ثم غالبا إغواء المرأة للرجل ثم على علاقة الحب الملتبسة اللي ما بين الرجل والمرأة تقريبا دي موجودة في كل قصص ولدرجة إن هي أحيانا في بعض القصص وعلى حسب ما أنا يعني رأيت في كتابي إن أحيانا تبدو مفتعلة في بعض القصص وأحيانا تبقى غير منطقية نتيجة الظروف بتاعة القصة لا تسمح أصلا بوجود هذه الأفكار أو أن الشخصيات فعلا تتجه هذا التوجه ولكن يبدو لي أنه تشبع تماما بأفكار فرويد عن الرجل والمرأة وأصبح ده يعني عالمه اللي هو يجد فيه نفسه بكل المقيس سواء المرأة مثلا أجنبية أو بنت بلد أو في الصعيد أو في القارة أيا كان مستوى المرأة وأفكارها اللي إنها دائما هي والرجل في علاقة فرويدية جدا جدا جميل طيب خليني أعرف من حضرتك أثناء البحث إيه أكتر القصص للكتب محمود البدوي اللي أثرت في حضرتك وشايف إن هي حقيقي قصص مؤثرة جدا هقول لحضرتك وطبعا يعني كان إنتاج محمود البدوي غزير جدا زي موط الحراكة وحوالي 375 قصة قصيرة وعالمها مختلف ومتنوع ما بين عالم المدينة أو عالم البنسيونات وده كان من مميزات محمود البدوي الحقيقة إنه خرج بالقصة القصيرة أولا إلى عالم الناس البسطاء والمهمشين في القرى والريف والصعيد وعالم البنسيونات عالم الأجانب الخواجات اللي عايشين في مصر عالم محافظات أخرى غير القاهرة السويس مثلا فيها قصص قصيرة وصفر محمود البدوي خارج مصر فيه رحلات أو حاله بعدد كبير جدا من القصص اللي بتدور أحداثها على غير المتوقع أن كاتب مصري يكتب قصص قصيرة بتدور أحداثها في روسيا في هونج كونج في الصين في الهند وأنا الحقيقة يعني بحب يعني بميل جدا للقصص اللي هي بتدور أحداثها في الصعيد زي الزئاب الجائعة مثلا لأنها علامها مختلف تماما أو عبدت الإبن الضال عوالم مختلفة ومميزة وزات بصمة لكن الحقيقة هو عالمه عشان متنوع أعتقد أن حاجز بعدد كبير من القراء خلينا ننتقل للكاتب يوسف إدريس وأكتر القصص اللي كمان أفرت في حضرتك كتبها الكاتب يوسف إدريس من خلال البحث لحضرتك عمالته هو الحقيقة يعني هو يوسف إدريس أستاذ فعلا في عالم القصة القصيرة لأنه هو يعني أكتر حد قدر أنه هو ينقل القصة القصيرة لعالم أنه كنت تم تقرأ القصص القصيرة بالزاد في بداياته بيختفق من اللحظة الأولى يعني من أول سطر كده بيختفق وبيدخل في الموضوع بشكل مباشر وقوي وجريء بعكس أن القصة القصيرة وقتها أو ما قبله كانت يعني هادئة شوية زي قصص مثلا محمد عبد الحليم عبد الله بتبقى الأمور هادئة ورتيبة الحقيقة من أول مجموعة قصصية وهي أرخص ليالي الحقيقة بتجد حضرتك أنه هو عالم جذاب جدا وما زالت قصة تحية أرخص ليالي بالنسبة لي أنا شخصيا بالنسبة لي هي آيكونة وعايز أقول له حضرتك أن أنا في سنوات سابقة وكنت بعمل في شركات أدوية كنت في فترة من الفترات كنت بجد في بعض قصص يوسف إدريس بتدور حول النفس البشرية تحديدا بستعين بيها لما بكون بعمل مثلا محاضرات لبعض الدكاترة وأذكر تماما أن كانت أرخص ليالي يعني ده عالم تخلي حراك مختلف لكن تأثري وإعجابي بهذه القصة أن هي استخدمتها في عالم الأدوية كنموذج لحالات مرضية معينة وما زالت الحقيقة أن القصة دي بالنسبة لي مهمة لكن هو قصة طبعا كتير جدا أنت عندها زي ما ذكرتها حضرتك كتير جدا اللي هو أنت طول الوقت قدامه فرقات بتختفق جميل ليه حرتك قلت أنه الكاتب محمود البدوي سبق الكاتب يوسف إدريس ومن وجهة نظرك سبقه في إيه؟ هقول لحضرتك هو هنا فكرة أنه سبق وأنه بتكلم على تحديد زمني يعني النهاردة احنا ما بنيجي نتكلم مثلا عن مثلا اختراع مثلا التلفزيون فنقول أنه ده تم في سنة كذا أو التلفزيون المصري بدأ في سنة كذا ده ده حقيقة حقيقة زمنية فهنا في كلمة السبق هنا حضرتك استخدمتها في تحديد زمن يعني مثلا في عالم عمال الترحيل محمود البدوي كتب قصص قصيرة عن عالم عمال الترحيل الفلاحين قبل ما يوسف إدريس يكتب الحرام بتسع سنين مثلا وهي روايته الأشهر عن عمال الترحيل فهنا أنا بتكلم على السبق الزمني في تحديد الموضوع في اكتشاف ده لأنه على فكرة مكانش حتى بيكتب في هذه العوالم مثلا زي ما ذكرت لحضرتك عالم الخروج بره دايرة المدينة كان في هذه الفترة مثلا نجيب محفوظ وعبد الحميد جودة الصحار كانوا بيكتبوا قصص قصيرة ولكن كان عالمهم لحد ما مرتبط بعالم الموظفين والطبقة الوسطى وعالم القاهرة وشوارع اللي هم أبنائهم لكن عالم الريف لم يجد من يعبر عنه بالذات الطبقات المهمشة المعينة بتجد حضرتك مثلا برضو عالم المستشفيات يعني الأحداث اللي بتدور أحداثها حول الجنون أو المرضى أو الأطباء تميز بها يوسف إدريس لكن قبلها بسنوات كان محمود البدوي بيكتب قصص في هذا الإطار عالم مثلا الصفر بالقطار والرحلات وغيره برضو ويمكن هو برضو أنا عايز أقوله حركة هنا الفرق مش بس أن هو سبقه زمنيا بحكم أنه أكبر منه سنا بحوالي 19 سنة لكن هنا فكرة الأفكار يعني أنا هنا ممكن حد يطرح فكرة في زمن معين وهذه الفكرة تسبق زمنها مش بس سبقت يوسف إدريس سبقت كل ما نعصره وهنا فكرة أن حد بيكتشف أو يفتح طريق جديد وهو ده مهم عشان كده أنا ليه يعني استخدمت أو ركزت أكتر تسليط الدوق كان على يوسف إدريس ومحمود البدوي إنهم أكتر ناس أخذوا القصة القصيرة المصرية لعالم جديد خرجوا بره التقليدية وخرجوا إلى الناس الحقيقيين اللي هم عمال وفلاحين ومسافرين وسوئين وعمال في الميناء لأن زي ما ذكرت الحراك كانت القصة القصيرة اللي هي التقليدية الموظف اللي بيروح شغله اللي كذا الناس القهوة المدينة القاهرة المدينة اسكندرية إنما نقرأ مثلا عن فلاح واسمه كذا أو يوسف إدريس يكتب قصص قصيرة عنوينها بالعامية دي ما كانش موجود حضرتك شايف إنه القصص القصيرة تصلح إن إحنا نطرح من خلالها قضيانا الاجتماعية مشاكلنا الاجتماعية ولا الرواية بتكون أفضل في ده وده أحياء بيعتمد على حرفية الكاتب يعني يوسف إدريس مثلا طرح قضايا كتير جدا في قصص قصيرة حديثة شراف هي قصة قصيرة نبدأها مع أنها تحوال قد لفيلم لكنها في الأصل قصة قصيرة حاجات كتير جدا قدمت تقدمها مثلا يوسف إدريس في موضوعاته هي كانت في الأصل قصة قصيرة وغيره يعني مثلا البستجي اللي يحيي حقي هي مش رواية هي قصة قصيرة هي صحيح عدد صفحاتها كبير شوية لكنها ليست رواية لكنه ناقش فيها برضو قضايا فكان في هذا الزمن ممكن جدا حسب حرفية الكاتب أن يلتقط زي جمهورية فرحات مثلا هو في مستشفى للصول وبيجيبوله واحدة أقوله دي مجنونة ثم نكتشف من خلال هذه القصة أن هذه المرأة الإرس العائلي وإخواتها ومارسها هم اللي بيزقوها في هذه الحتة عشان يبقى مجنونة فددخل المستشفى ويرسوها بشكل ما فهنا أفكار كتيرة جدا وهي قضايا طرحت في قصص قصيرة وزي ما قلت الحرك ده بيعتمد على حرفية الكاتب أنه هو يقدر يتناول قضية واحدة ثم يقدم شخصية رمزية شخصية ترمز إلى هذه القضية ويقدمها الحقيقة عدد كبير من كتاب القصة القصيرة نجحوا في ده إيه الأكثر إقبالا علي تفتكر القارئ القصص القصيرة أو الرواية هو حاليا ومنس سنوات مثلا من خلال آخر عشر سنين هي الرواية لكن كان في الفترات اللي أنا تناولت فيها كتابي تلاتينات واربعينات وما بعدهم كانت القصة القصيرة واستمر على فكرة الكتاب بيكتبوا الاثنين مع بعض يعني نجيم محفوظ وعبد الحميد الصحار ويوسف إدريس نفسه كان بيكتب القصة القصيرة وبيكتب الرواية طبع محدش أخلص على عالم القصة القصيرة غير محمود البدو والحين هو كتب قصة قصيرة فقط لكن للأسف في السنوات الأخيرة أصبح من النادر أن حد بيكتب الفئتين القصة القصيرة والرواية فيه برضو حد يعني مثلا مخلص لعالم القصة القصيرة زي الدكتور محمد المغزنجي لكن معظم الكتاب بيكتبوا رواية أكتر والحقيقة ده برضو يمكن توجه اللي خلاني أن أنا عايز ألفت الانتباه ده فيه فن تاني والفن التاني ده كان رائع وكان فيه ناس مهيدة الطريق وقدمت أعمال عظيمة ما ينفعش أن احنا نقفل صفحته صحيح صحيح الأكتر تحويلا للأعمال الدرامية والسينمائية القصص القصيرة ولا الرواية هي الرواية طبعا أكتر بحكم أن هي فيها أحداث وشخصيات وتفاصيل وفترات زمنية طويلة فما نجي نعمل فيلم مثلا ساعتين لازم يكون فيه شخصيات وفيه موضوعات وفيه حبكات مختلفة يعني الرواية فيها حبكة رئيسية لكن كل الشخصيات وكل حد ليه الحبكات الفرعية بتاعته أو المشاكل بتاعته ده موجود في الدراما القصة القصيرة غالبا بتبقى موضوع واحد حبكة واحدة زي ما مثلا قلت الحراكة نموذج البستاجي هو موضوع واحد اللي هو البستاجي اللي بيفتح الخطابات هو موضوع واحد والبنت المجهولة وحبيبها موضوع واحد بس ما تحول فيما بعد الدراما فاتعمل حواليه شخصيات أخرى عشان دي قرية فما نجي نعمل الدراما فنكبر بقى شخصيات العمدة اللي هي ممكن تبقى صغيرة الخادم اللي كذا لكن الرواية بتدينا مساحة أكبر كمان إحنا في الرواية يعني مين الأكتر تحويلا الرواية أكتر الرواية أكتر طبعا الرواية أكتر لأنها زي موضوع حركة أسهل كمان اه اه اتكلمت كمان عن الكاتب يوسف السباعي والتحدي اللي كان مبينه مبين الكاتب محمود البدوي كلمني عنه هو أنا حقيقة ممكن معلوات التحدي ده أنا شفت أنه هو كمّن يعني كمّن أنه هو في الفترة الخصص فيه كان محمود البدوي تقريبا أكتر حد بيكتب قصص قصيرة قبل ظهور يوسف إدريس في الفترة التلاتيات واربعينات وظهر يوسف السباعي في فترة الأربعينات ولكنه لما ظهر كان غزير الانتاج في القصص القصيرة بشكل يوازي محمود البدوي تقريبا فكان ممكن في خلال سنة واحدة يبقى في مجموعاتين قصصياتين مثلا ليوسف السباعي ممكن يبقى مثلا خمس عشرين أو تلاتين قصة قصيرة في سنة في مقابل مثلا عشر قصص لمحمود البدوي أو غير واستمر انتاجه الغزير في القصة القصيرة لحد ما تحول إلى الرواية فيما بعد أخدته عالم الرواية لكن الحقيقة يوسف السباعي منذ بدايته وكان غزير الانتاج وتقريبا كل سنة كان بيصدر مجموعاتين قصصياتين وتقريبا ده كان الوحيد حتى محمد عبد الحليم عبد الله وكان غزير الانتاج في القصة القصيرة ما كانش عنده قال له ممكن مجموعة واحدة في السنة فكمان في بدايات يوسف إدريس يعني دي أنا لاحظت أنه أول قصص كتبها كانت على العكس المشهور عنه الرومانسية لا يعني مثلا بين أبوريش وجنينة ناميش وهي أول قصص مثلا كتبها كلها عن العالم البسطاء اللي هم عايشين في منطقة السيدة زينب اللي هو واحد منهم بيشتغل بيلعب أراجوز حد منهم بيشتغل في مصمت اللي هو الشخصيات الشعبية الشعبية اللي هي قريبة من عالم محمود البادوي أيوه مع أنه هو وهنا من وجهة نظري برضو أنه هنا كان يعني ربما يكون تأثرا أو حبا في هذا الكاتب لأن يوسف إدريس الطبقة الاجتماعية بتاعته مش هي دي يعني مش هو أو ابن ابن القاهرة وهو طبعا يعني كان تعليمه مختلف ووالده كان مترجم وأديب فوضعه مختلف تماما لكنه أول ما بدأ كان مجموعاته القصصية الأولى وهي من حينها بحبها جدا وابعتبرها الأجمل كان كل علامة غريب جدا يعني لما تقريح حضرتك عالم تقول ليه ده يوسف السبعي زي روايته المختلفة جدا من السقمات سقمات وعالم السقة وعالم القرية والجنازات والرجل اللي بيمشي ورا الجنازات علام غريب جدا على علام يوسف السلاعي طبعا دي من أعظم كلاسيكيات الأدب المصري بالضبط ولكن هو بارع فيه جدا وأعز أقول لها حلاك إن تأثير محمود البدوي في سنة مثلا ستة وخمسين بيجي كاتب زي عبد الرحمن الشرقاوي أما يكتب يعني يضع مجموعة قصصية يهديها يعمل لها إهداء إلى محمود البدوي الكاتب العظيم اللي علمنا وتعلمنا منه وهكذا فإذا هذا الرجل كانت له بصمة واضحة ومؤسرة على أدباء جيله دكتور سامح يهمني كمان أعرف من حضرتك الأكثر إقبالا على كتاب حضرتك كانوا من الكتاب ولا من القراء لأنه برضو حضرتك قدمت دراسة والدراسة دي فيها بحث مهم وارد إن يكون فيه كتير من القراء أحبوا إنهم يستفيدوا من البحث اللي حضرتك عملته هو الكتاب وإن كان يعني صدر من فترة بسيطة إلا إن أنا سعيد بالأصداء على مستوين اللي حركت ذكرتهم أنا أولا من الحاجات اللي أسعدتني جدا وحسيتني إن أنا يعني قدمت حاجة مختلفة إن مع بداية صدور الكتاب والإعلان عن الغلاف تقريبا تخيل حضرتك 90% من اللي كانوا بيسألوني يقولوا لي مين اللي مع يوسف إدريس على الغلاف وده في حد ذاته حسسني إن أنا قمت بدور مهم إن تقريبا ما كانش حد يعرف من هو محمود البدوي فده في حد ذاته حسسني إن أنا لقي كتاب ليه دور مهم إن نعرف الناس بعد صدور الكتاب الحياة في خلال فترة اللي فاتت في الندوات كان فيه مزيج ما بين الاتنين كتاب وكراء كلهم أجمع ولإن إحنا عايزين نعرف مين محمود البدوي وإزاي يصل وفين كتب وعلقات الدق على شخصية يمكن تكون شخصية مؤثرة جدا بس للأسف ما خدتش حقها في الشهرة أو في الانتشار حتى من قرأ حضرتك يوسف إدريس كان فيه تعليقات طيب إحنا عايزين نقرأ بشكل تاني وهنا على فكرة هو إعادة يعني إعادة النظر وإعادة قرأة لهذا العالم وأعتقد أن في الفترة الجاية يمكن يكون فيه اهتمام حتى بإعادة إصدار تخلح حركة على فكرة المحمود البدوي كتب ومعادش موجود يعني هذه المجموعات القصصية أو 375 قصة قصيرة مش موجودين ده الطبعات اللي أنا رجعت إليها كانت طبعات قديمة جدا وبتجدية حركة مثلا في الكتب المستعملة وكده أنا عملت سيرج فعلا ما لقيتش ما لقيتش فيه معلومات كتير عن كتب ما لقيتش فيه كتب متوفرة موجودة آخر آخر طبعا يمكن كانت من أكتر من عشر سنوات مع الهيئة المصرية العامة للكتاب كان عامل مجلد أعمال كاملة لي وتقريبا مثلا من عشر سنوات فمثلا أنا بشوف أن إعادة أعماله طبعا طبعا وإعادة تقديمه بشكل مختلف ده أكيد كان مهم جدا وأكيد ده كان مفيد جدا من وجهة نظر حضرتك إعادة قراءة حد زي يوسف السباعي في أشارة القصص ليه إعادة قراءة قصص لمحمد عبدالحليم عبدالله كانت لها بصمة برضو ده موجود في الكتاب فأنا بالنسبالي إعادة قراءة هذه يعني هذه الكوكبة من الكتاب حتى إحسان عبدالقدوس استشهدت بقصص معينة قد يمر عليها القارئ مرور الكرام لكنها لا كان وراها كان وراها بصمة تركت بصمة كان عالمه يعني بعض القصص مثلا أشارت إليها كان في الزمن ده ما كانش حد بيكتب ده فهنا لازم نعيد قراءة القصص في زمنها ونشوف البصمة اللي تركته على القراءة أنا بشكر حررتك على وجودك معنا نهارده حقيقة حلقة ممتعة جدا وألقنا الدوق على القصص القصيرة اللي كمان لها جمهورها ولي كمان لها محبيها بشكل عام وألقنا الدوق كمان على اتنين من أكبر كتاب القصص القصيرة مرسي دكتور أشكرا بالخزران أشكرا جدا مرسي دكتور سامح بشكر طبعا دي في اللي كان منوارني النهارده قال دكتور سامح الجباز صاحب كتاب الكشفة عن تشيكوف المصري وكان معاكم رانيا السيد بشكركم اشتركوا في القناة